السلام عليكم أيها الأصدقاء وأهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد والأسطوري وكالعادة على قناتكم جامس بار في مقطع اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعرف على أفضل ستة خطط يجب عليكم الاعتماد عليها لهذا الأسبوع بعد تحديث اليوم والرائع صراحة من كنا المهم أصدقاء هذه خطط سوف تكون متوفرة معنا أربع خطط خاصة بفرق وخطتين خاصة بمنتخبات المهم أصدقاء قبل الدخول في المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك للفيديو والاشتراك في قناة إذا كنت أغير المشترك بعد يشترك معني أصدقاء وكذلك لا تنسى تفعيل زر الجرس وترك تعليق محفزنا وإذا كان لديك أي تساؤل يمكنك التواصل معي على الأنستغرام الضار أمامك الآن في الشاشة كذلك رابط حساب على الأنستغرام موجود بلوس أسفل هذا المقطع اضغط على الرابط وتواصل معي أما لأني أساطير ندخل في المقطع ونتعرف على الخطط ونطريقي أساطير مع أول خطة ثم بعد ذلك نقوم بالتوجه إلى هنا ثم كما تشاهدون نقوم بالنزول قليل أساطير ونقوم بالبعث عن أول فريق نحصل منه على الخطة هو هذا الفريق كما تشاهدون نقوم بالتغطير للفريق ثم بسرعة من هنا نقوم الآن بالعودة إلى الخطة الخاصة بين أساطير حتى نرى الخطة الخاصة بهذا الفريق بعد ذلك سوف نقوم بشرحها بالتفصيل نقوم بالتغط على المدرب هنا وكما تشاهدون أساطير عفون كما تشاهدون فهذه هي الخطة الخاصة بهذا الفريق صراحة أن أساطير خطة جيدة ويمكنكم الاعتماد عليها نقوم أولا بضبط لاعبين مثلا سوف أقوم بجلب اللاعب توني كروس هنا كما تشاهدون مثلا في مكان اللاعب هالاند كما تشاهدون هنا أساطير وأقوم بالاعتماد على لاعبين في مركز DMF لديك لاعب في مركز RMF وكذلك لاعب في مركز RMF رأس حربة وأربع مدفعين بالنسبة للصالة الخاصة بهذه الخطة الأساطير فهي يجيد الاستحواذ كذلك في الـ Quick Counter وال Long Ball Counter ويمكنكم الاعتماد عليها في Style Outwide إذا كان لديكم لاعب رأس حربة يجيد الرأسيات ويمكنكم لاعب كرة عرضية عن طريق LMF وكذلك RMF لكن يجب أن يكون لديكم LMF و RMF سريعين أساطير ننتقل الآن بسرعة إلى ثاني خطة معنا في هذا الفيديو نعود بسرعة إلى Extra User Information Dream Team ثم باستيم على ذلك أوروبا نقوم بالنزول قليل الأساطير نختار الدوري الإيطالي وأول فارق معنا في القائمة نضغط عليه ثم نضغط Don't ثم Back من هنا ونعود بسرعة إلى الخطة الخاصة بني أساطير نقوم بالتطالع المديري Formation Change Default وكما تشاهدين أساطير خطة نادي أوذينيز الإيطالي تلعب فيها بثلاثة مدى فعلوذيكة خمس لاعبين في خطة الوسط وكذلك لعب IMF أي صاني ألعاب وكذلك لاعب واحد في مركز رأس الحرف كما تشاهدين هنا أساطير يعني هذه الخطة جيدة في Style Quick Counter وكذلك Long Ball Counter فقط بالنسبة لأشخاص الذين يريدون لعب هجمات مرتدة فهذه الخطة جيدة لكم أساطير وأنصحكم بالاعتماد عليها لكنها ليست جيدة للسطايل استحوال لأنك تلعب بثلاثة مدافعين وكذلك كانت تنفع معك في Style Long Ball أو Style Autoid لأنه ليس لديك أطراف سريعين وكذلك يمكنك لعب كرات عرضية عن طريقهم والآن ننتقل بسرعة إلى ثالث خطة معنا في الفيديو ننتقل الأساطير الآن إلى Extra Easy Information ومع ثالث خطة معنا في المقطع والتي سوف تكون من أمريكا الجنوبية أو بالضبط من الدوري الأرجنتيني كما تشاهدون نقوم بالتقطع إلى توري الأرجنتيني ونقوم باختيار هذا الفريق نعم الآن الأساطير نقوم بالتقطع على دون ثم باك من هنا ونقوم بالعودة إلى الخطة الخاصة من حتى نرى الخطة الخاصة بهذا الفريق نقوم بالتقطع على الـ Modern Reformation Changes The Volt وكما تشاهدون 4-3-2-1 فلاعبين في مركز IMF الذي يلاعب في مركز الأساطير الحربة وثلاثة اللاعبين في مركز خط الوسط نقوم الآن بضبط اللاعبين كما تشاهدون الأساطير يعني هذه هي الخطة كما تشاهدون يعني خطة متميزة بشكل خرافي للصيد الاستحواذ وكذلك الهجمات المرشدة السريعة لكن يجب أن يكون لديك رأس حربة سريع وكذلك لاعبين في مركز IMF سريعين أصدقاء بالنسبة لهجمات المرشدة السريعة والآن أساطير ننتقل بسرعة إلى رابع خطة معنا في هذا الفيديو وننتقل مرة أخرى إلى Extra User Information Dream Team ثم بسيم أساطير ثم إلى أوروبا نقوم بالنزل ونقوم باختيار أوضلس كما تشاهدون نقوم باختيار فريق سبارتا بعد ذلك نقوم بالتقطع أوكي نقوم بالعودة الآن إلى الخطة الخاصة بنا ونرى الخطة الخاصة بهذا الفريق نقوم بالضغط على Defaults وكما تشاهدون خطة ثلاثة أربعة ثلاثة هذه الخطة أصدقاء من بين أفضل الخطط التي أنصحكم بالاعتماد عليها صراحة قمت بتجربة هذه الخطة عدة مرات وكان آذاؤها خرافي وأسطوري معي لكن أنصحكم بالاعتماد عليها لاعبين في مركز DMF وليس في مركز SMF أساطير نعم في مركز DMF هكذا تصبح الخطة جيدة ويمكنكم الاعتماد عليها كذلك يمكنكم الاعتماد علي لعبين في مركز LWF ولمF 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 لكن الشرط أن يكونوا سريعين ولعب في مركز رأس الحربة يكون جيد في الضربات الرأسية لأن هذه الخطة الأساطير أسطورية وخرافية في style Outwide نعم بالنسبة للأشخاص الذين يلعبون كرة حرضية هذه الخطة متالية لكم الأساطير ويمكنكم الاعتماد عليها بشكل خرافي وتسجيل عديد من الضربات الرأسية كذلك جيدة في style Quick Counter وليس Long Ball Counter نعم في style Quick Counter والOutwide هذه الخطة سوف تكون جيدة معكم الأساطير والآن ننتقل بسرعة إلى الخطة الخامسة معنا في هذا المقطع حسنا الأساطير الخطة الخامسة والسادسة كما قلت لكم هي خاصة بمنتخبات ونقوم الآن بالتغطة على Excel للتعرف على أول منتخب معنا في الفيديو ونقوم بالتغطة على بيستيم هنا بعد ذلك الأساطير نقوم باختيار أوروبا ننزل آخر شيء نختار المنتخبات ثم نقوم بنزول ونختار منتخب الضرب نقوم بالتغطة على Back من هنا ثم Back مرة أخرى ونقوم بالعودة إلى الخطة الخاصة من هنا الأساطير نقوم باختيار Modern Reformation Change Default وكما تشاهدون خطة 3 22 32 كما تشاهدون في هذه الخطة أساطير هناك ثلاثة مدفعي اللاعب في مركز MF قد تشاهدون الأساطير قد تشاهدون خطة G Flex وبالوضوع بريس Live مد�س كثير من التسجيل سوما لأعتماد هذا لڭندس ننتقل إلى الخطة الثالثوية الأخيرة معنا في هذا الفيديو ننتقل لاخر مرة اساطير ومع اخر خطة الى extra use information dream team ثم base team بعد ذلك نقوم باختيار افريقيا المنتخبات نقوم بنزول واختيار منتخب زامبيا نقوم بالعودة الان باك مرة اخرى اساطير ونرجع الى الخطة الخاصة بنا ثم المدر وكما تشاهدون هذه الخطة اسطوري اساطير وانصحكم بالاعتماد على كما تشاهدون هنا نقوم بجلب اللاعبين الصحيحين كل لاعب في مركز الخاص بك كما تشاهدون فاللعب بلنج هام هنا اساطير يعني هو طاقته مئة بالمئة وليس تسعة وتسعون لكن هنا الانسجام عندي تسعة وتسعون فقط لذلك طاقة اللاعب منخفضة لكن اذا اصبح الانسجام عندي مئة سوف تصبح طاقة اللاعب بلنج هام مئة بالمئة المهم هذا موضوعني اساطير بالنسبة للخطة فهذه الخطة اساطير اسطورية وجيدة في style quick counter long ball counter وكذلك الاستحواذ وكذلك جيدة في style outward يعني اي style لعب ينفع مع هذه الخطة اساطير وانا قمت بتجربتها في مباريات اوفلاين اونلاين وكان اذاؤها التابج وجيد ولكن اساطير انصحكم صراحة بالاعتماد على اللاعبين هنا في مركز ال dmf من اجل ضبط الامور الدفاعية وكذلك ترك الهجوم يلعب يعني بشكل عادي كما تشاهدون اساطير يعني كانت هذه الخطة معنا في هذا الفيديو اعجابكم المقطع لا تنسوا دعمني بالزر لايك الاشتراك في قناة اذا كنت غير مشترك بعد وتفعيل زر الجرس واذا كان لديك اي تسأول يمكنك توصل معي الانستغرام ادار امامك الان في الشاشة كذلك رابط حساب الانستغرام موجود بالوصف اسفل هذا المقطع اضغط على الرابط وتوصل معي الى هنا ينتهي فيديو اليوم اساطير اراكم في مقطع قادم ان شاء الله ودعا